صحر المؤلف ستيفن هايوارد بصحيفة نيويورك بوست من الولايات المتحدة وخصوصا لإدارة الأمريكية وما فعله السعوديون بهذه الإدارة ووصفت صحيفة نيويورك بوست قمة مجموعة السبع في ألمانيا بأنها أسوأ قمة لسبعة الكبار منذ قمة اليابان في عام 1979 والتي عقدت أيضا على خلفية أزمة الطاقة العالمية وارتفاع التضحم وكما يشير مؤلف المقال ستيفن هايوارد الباحث في المعهد الدراسات الحكومية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فإن العامل الآخر الذي يوحد هاتين القمتين هو رئيس أمريكي مجنون في عام 1979 كان حينها كارتر والآن بايضا وقال هايوارد في مقاله كما في عام 1979 حاول القائد الفرنسي مانويل ماكرون بلطف إقناع الرئيس بايضا والذي يبدو أنه يحاول تكرار كل الأخطاء السياسية التي ارتكبها سلفه كارتر وأشدد ماكرون على أن حطة رحلة بايضا إلى المملكة العربية السعودية للضغط من أجل زيادة إنتاج النفط لن يكتب لها النجاح وذلك لأن جميع منتج النفط الرئيسيين في الخليج يقتربون من طاقتهم القص والحلية وتوصل الباحث لخلصة تقول هم لا يستطيعون مساعدة بايضا حتى لو أرادوا لقد بنى السعوديون دائما سياستهم النفطية بمراعاة مصالحهم الخاصة وسوف يفعلون ذلك مرة أخرى الآن وهم يستمتعون بمراقبة الرئيس الأمريكي الغبي التالي وبطريقة اللافتة أجاب الرئيس الأمريكي جو بايدا عن سؤال عما إذا كان سيطلب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك سلمان بن عبد العزيز زيادة إنتاج النفط خلال زيارته للسعودية وقال بايدا في إجابته على السؤال أنه لن يطلب منهما ذلك موضحا أن جميع دول الخليج يتعين عليها زيادة إنتاج النفط بشكل عام وليس السعودية فقط ونقلت شبكة سعنينان الرئيس الأمريكي قوله في هذا الصياق متحدثا عن زعماء دول الخليجة إنه يأمل أن يراهم يستنتجون من خلال مصلحتهم الخاصة أنه من المنطقي القيام بذلك وكان الرئيس الفرنسي منويل ماكرون قد ابلغ الرئيس الأمريكي جو بايدا خلال قمة مجموعة السبع في ألمانيا بأن الإمارات الصعودية من غير المرجحة تتمكن من مساعدة الغرب على زيادة إنتاج النفط وظهر ماكرون في مقطع مصوره ويلاحق بايدا أثناء تنقلهم سيرا على همش قمة مجموعة السبع قائل الله أريد الحديث عن طلب زيادة إنتاج النفط لقد تحدثت للتووم مع رئيس الإمارات العربية المتحدة فقال لي شيئا الأول نحن الآن في حدود قدراتنا القصوى لإنتاج النفط هذا ما قاله وثانيا السعوديون بإمكانهم ربما زيادة إنتاج النفط بحدود 150 ألف برميل في اليوم وربما أكثر قليلنا من الآن وحتى 6 أشهر لأول إمارة يعلق مسؤول ومستشار وزير البترول السعودي السابق محمد سالم سرورة صبانا وهو كبير مستشار وزير البترول السعودي السابق على المحادثة التي جرت بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي في قمة الجي سبع عن إمكانات السعودية والإمارات بإنتاج النفط وفي مقابلة مع إرتحصرية تحدث المستشار السابق عن الأوضاع في سوق النفط العالمية في ذل المساعي الغرب لإبعاد العالم عن الطاقة الروسية وعن المحادثة التي التقطتها الكاميرا بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي وعرب المستشار السابق عن اندهاشه من ظهور كلمات ماكرون للعالم بأنه لا توجد سعة نفطية حرة في الإمارات وقال هذا لا يعني أنه لا توجد أي طاقة نفطية في دول الخليج الأخرى هناك سعة يمكن استخدامها إذا قررت أوبيك بلاس القيام بذلك وهو نفي واضح لكل أقاول الرئيس الفرنسية أمام الإعلام والملأة حين استوقف الرئيس الأمريكي جوبايران